موسيقى أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين وفي عنوينها موسيقى القوات الروسية تعلن استمرار تقدمها في أوكرانيا وتدميرها مطارا ومركزا رئيسيا للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني موسيقى تحذر واشنطن من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي وتؤكد الإعلان قريبا عن قائمة العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة والغرب موسيقى ماكرون وشولتس يجريان محادثة جديدة مع بوتين حول أوكرانيا والبنك المركزي الأوروبي يحذر من تدعيات العقوبات الاقتصادية على دوله موسيقى الترويكال الأوروبية تحذر من انهيار اتفاق نووي محتمل مع إيران بسبب المطالبة الروسية بضمانات موسيقى والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة تعلن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيين داخل وإسنادهم موسيقى رئيس الحكومة الليبية المكلف يوافق على بدء الحوار مع الدبيبة والمبعوثة الأممية تتحدث عن محادثات مباشرة بينهما موسيقى ونستهل هذه الظاهرة من تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا موسيقى موسيقى إذن أعلنت وزارة دفاع الروسية عن توجيه ضربات بسلاح عالي الدقة لأهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا والتي تسببت في إخراج المطار العسكري في فاسي الكوف ومركز الاستخبارات اللاسلكية في بروفاري بمحافظة كييف من الخدمة إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات المصلحة الروسية تقدمت لمسافة 21 كم في عمق أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعتان الأخيرة وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل الهجوم على جبهة واسعة على أكثر من جناح مع مجموعة القوات العسكرية لجمهورية دونيسك الشعبية موسيقى ودوت صفرات الانذار في معظم أنحاء أوكرانيا صباح اليوم بما في ذلك في المدن الكبرى كييف، أوديسا، جينيبرو وخاركيف وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية وفي غضون ذلك تستمر المعارك في محيط العاصمة كييف وكالة انترفاكس نقلت عن رئيسة بلدية فاسي الكيف قولها أن هجمات صاروخية روسية دمرت قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من البلدة الواقعة في منطقة كييف صباح اليوم وأضفت أن الهجمات الصاروخية أصابت أيضا مستودعا للذخيرة منذ فجر جمعة دخلت البيف في أتون العملية الخاصة بالضنباس صافرات الإنذار دوت في المدينة المحادية لبولونيا بعدما استهدف الجيش الروسي مواقع عسكرية في مقاطعتي إبان فرانكوفسكي ولوتسك غرب البلاد استهداف تحول إلى قلق كبير لدى سكان الفيف الذين أعربوا عن مخاوفهم من اقتراب القتال من مدينتهم أنا هنا منذ أيام بعدما تركنا كييف سمعنا أصوات طائرات ولاحقا علمنا أن القوات الروسية استهدفت مطارا في لوتسك القريبة وكذلك في إبانان فرانكوفسكي أتمنى أن تنتهي هذه الحرب لنعود إلى حياتنا الطبيعية أنا من كييف وحضرت إلى الفيف منذ يومين والطريق كانت متعبة ومخيفة ولسيما أن هناك أطفال ونساء توقفنا مرارا لتعبئة الوقود وكذلك عانينا من التوقف المتكرر على الحواجز والتفتيش الدقيق صحيح أن الأوضاع هنا هادئة حتى الآن ويبدو ذلك من الحركة العادية في ساحات المدينة وحركة السيارات الكثيفة مقارنة بكييف وغيرها من المدن بيد أن الترقب والحذر هما المسيطران ولا سيما أن موسكو تعتزم مواصلة استهداف القواعد العسكرية الأوكرانية سواء على الحدود الروسية أو البلاروسية أو البولونية بما تعنيه بولونيا من تأثير في خضم الأحداث المحاصرة من شمالها الغربي والشرقي مع فتح جبهات جديدة على حدود العاصمة الأوكرانية عباسباغ من مدينة الهوف الأوكرانية الميادين قالت شركة أمريكية خاصة أن صوراً رتقطتها الأقمار الصناعية يوم أمس أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف كما بيّنت صور أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف بحسب الشركة وأظهرت صور أخرى طوابيرة طويلة من السيارات التي تقل أشخاص يحاولون الفرار من كييف ومعنا للمزيد من الإضاءة على هذه التطورات وفي تحليلها أيضاً في استوديو الميادين محل الميادين لشؤون الأمن القومية علي جزيني نرحب بك علي في استوديو الميادين ونسأل عن هذه التطورات خصوصاً توجيه ضربات عسكرية للقواعد ضربات جوية عفواً القواعد العسكرية اليوم نحن نتحدث عن ضربات بسلاح عالي الدقة لأهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا نتحدث عن إخراج المطار العسكري في فاسلكوف عن الخدمة وبالتالي هذه التطورات أو هذه الضربات الروسية باتجاه المطارات العسكرية كيف نفسرها؟ هل بدنا نتحدث عن أن القوات الروسية تذهب باتجاه دخول بمرحلة جديدة من العملية في داخل أوكرانيا؟ نعم بداية أهلا بكم في القوات الروسية منذ بداية العلاميات العسكرية كان هناك توجه واضح يبدو بأنها حاولت تحييد الحد الأقصى من البنية التحتية الأوكرانية العسكرية أو الأنمال المدنية ربما بحسب الخطة التي كانت هم يتبعونها ولكن على ما يبدو الآن هناك توجه أكثر لضرب المطارات العسكرية بشكل تدريجي هذه المطارات لها أهمية ليس فقط من ناحية أنها تؤمن بواقع الحال طيران أوكراني دعم الجبهة وهو شبه غائب ولكنها أيضا تؤمن نقل السلاح الذي يصل من الغرب بطائرات أوكرانية عبر تحميله من بولندا للهبوط في غرب أوكرانيا ثم نقله إلى الجبهة لذلك ما حصل في اليومين الأخيرين هو ضرب لهذه المطارات وإخراج بنيها التحتية من الخدمة يعني عمدة المدينة التي دمر فيها المطار قال بأن هذا المطار تعرض لضربات حيادة المدارش في أول يومين البارحة ولكن المطار خرج عن الخدمة بالكامل البارحة الطيران الأوكراني هو غائب ادعاءات البنتاجون الأمريكي يقول أن الروس لم يحققوا السيطرة الجوية على أوكرانيا ولكن هناك طيران الأوكراني غائب في مقاطع الفيديو أو بحسب فيه عمليات العسكرية ولكن نعم هناك وجود للدفاع الجو الأوكراني ما زال موجودا بشكل ليس بشكل متمركز بشكل مكثف ولكن هو متفرق ويقوم بحرب كر وفر مع الطيران الروسي طيب لكن فيما خاص تحييد المطارات العسكرية أيضا بالأمس كان هناك تطور إخراج من الخدمة وبحسب بزارة الدفاع الروسية مطارين عسكريين غربي أوكرانيا بالقرب من الفوف يعني الفيف يبعدان بحوالي 120 كم عن الفيف نحن نتحدث عن مطاري إيفانو ولوتسك وبالتالي القرب يعني اقتراب العمليات من الفيف هل هي تأتي في الإطار الذي تحدثت عنه علي إخراج أي محاولة لإيصال السلاح والمعدات العسكرية ومساعدات العسكرية إلى داخل العمق الأوكراني؟ يبدو يعني ذلك هو على الأرجح لذلك أن الطيران الأوكراني الذي قد يفيد العمليات العسكرية هو طيران الإسناد الجو القريب يعني بجانب كيب والمسافة من كيب إلى الفيف يعني تصعب استخدام هذه المطارات بهدف مساند القوات العسكرية الأوكرانية لذلك فأن الهدف الأكثر منطقية في هذه الحالة هو منع إيصال السلاح وقد أعلنت القوات الروسية بأنها ستستهدف نقل السلاح يعني الناطو من جهة أخرى قال بأنه بأن أي استهداف للسلاح داخل أوكرانيا هو لن يعتبر هو يعني عملا لن يشغل الأرتيك الخامسة يعني من الناطو الذي يوجب عليه الرد ولكن سيرد بوقع الحال إذا تصدف الخارج أوكرانيا إذن شحنات السلاح التي تصل الآن من الناطو إلى أوكرانيا هي أسلحة مضادة للدبابات أسلحة مضادة للطائرات محمولة على الكتف وكد يعني تزيد من خسائل خسائل القوات الروسية لذلك فهي تتوخى بشكل أساسي تدمير هذه الشحنات طيب علي هل هناك رسائل أبعد من الموضوع الميداني والموضوع العسكري بقرب العمليات من الفيف يعني نحن نتحدث عن الفيف بالقرب من الحدود البولندية وبالتالي هل تواجه روسيا رسائل أبعد من ذلك لا يبدو ذلك من ناحية الاستراتيجية ذلك أن الفيف يعني بعيدة جدا نخط الجبهة التوجه الروسي الحالي يتمحور حول السيطرة على ما يبدو على المدن الرئوسية هناك مثلا تقدم باتجاه أدسة في الجنوب محاولة محاصرة كييف من الشرق والغرب ولكن الفيف تبدو بعيدة جدا يعني عن التوجه الاستراتيجي بالسيطرة الروسية وقد لا تكون أصلا ضمن خريطة العمليات الروسية ولكن هي محاولة قطع شرعيين الجيش الأوكراني في هذا الإطار لا دخل لها بالموضوع العمليات العسكرية التكتيكية على الأرض يعني بشكل مباشر كما نقول. الجبهة الأساسية هنا هي في الدنباس والجنوب الأوكراني حيث يتقدم الجيش الروسي بشكل كبير ويحاول على خط البحر الأسود نعم على خط البحر الأسود هو ليس هناك من الوضع إذا كان سيقوم قريبا بإنزال بحري في أودسا ولكنه قام بحصرة ميكولاييف وهو أيضا يقوم بمحصرة مريوبل وإخرج القوات المتضارفين الأوكران والقوات المسلحة الأوكرانية منها أيضا العمليات العسكرية التي أعلن عنها الجيش الروسي عن سيطرة على بعض المدن في الدنباس هي تمهد لقطع التواصل بين القوات الأوكرانية المتمركزة في الدنباس والقوات الأساسية. إذن هي تخرج قسم كبير من القوات الأوكرانية تمهيدا ربما من الهجوم على دنيبر الهدف المهم جدا في الوسط الأوكراني. ذلك أنها تشكل عقدة مواصلات بين الشرق والغرب الأوكراني. علي تتحدث عن تمهيد لسيطرة وبدأ عمليات عسكرية داخل المدن وبالتالي كل ما تم الحديث عن أن العمليات العسكرية الروسية في العمق الأوكراني باتجاه المدن الرئيسية بطيئة اليوم سنتحدث عن وطيرة جديدة بالعمليات العسكرية باتجاه المدن الرئيسية. يمكننا نتحدث عن الشمال أو عن الجنوب. يمكننا نتحدث عن أودسا أيضا. ربما عن خاركيف عن دانيبرو. نعم بالتأكيد. كيف طبعا. بواقع الحال كيف يعني. ما يمكننا لنحذر كما نقول توجه القوات الروسية. يمكننا مراقب الصور الأقمار الصناعية عن الانتشار العسكر الروسي. الطابور الذي تحدثت عنه وسائل العام الغربية بشكل كبير شمال كيف بدأ بالانتشار البارحة وقبل البارحة. هو تحول من شكل الطابور إلى الاختفاء. يعني تمهيدا للبدء بعمليات عسكرية. إذن يمكننا أن نتوقع. يمكننا أن نعرف بالتأكيد. ولكن يمكننا أن نتوقع بأن هناك توجه أساسي للهجوم على كيف في المستقبل القريب. أيضا القوات الروسية تقريبا تمكنت من محاصرة شيرنيف والمدن المحيطة بها. تمهيدا للوصول إلى ضاحية بوفاري غرب كيف. وهي الضاحية الأخيرة قبل الوصول بعملية تطويق كيف. في خاركوف في الشرق الأوكراني. لا يبدو أن هناك توجه جدي من القوات الروسية في محاصرة المدينة. تبدو بأنها جبهة إشغال أكثر ما هي جبهة عسكرية. التوجه الأساسي كما قلنا هو في الجنوب. محاولة إنهاء المدن تدريجيا. إنهاء حالات الحصار أيضا كما مريوبول أو في الدومباس تمهيدا لنقل قوات والاستمرار بالعاملات العسكرية. نعم. إذن علي جزيني محل الميدين لشؤون الأمن القومي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. قال نائب وزير الخارجية روسي سرغير يابكوف. إن قوافل الأسلحة الأجنبية إلى أوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا. مؤكدا أن الوضع تغير والضمانات الأمنية لم تعد كما كانت. ريابكوف أضاف أن الإعلان عن قوائم العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة والغرب سيجري قريبا. وأشار إلى أن موسكو تحذر الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف. إن رئيس الروسي فلاديمير بوتين طلقت اتصالين هاتفيين من نظيريها الفرنسي أمانيال ماكرون والمستشار الألماني أولف شولتز. وخلال الاتصال الهاتفي الثلاثي جرى استعراض تطورات الأزمة الدولية. وسبق أن أجرى الزعامة الثلاثة في وقت سابق مكالمة بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا. من دون إحرازي أي تقدم. ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة السلاح البيولوجي الأوكراني الأمريكي في جلسة طارئة بناء على طلب روسيا. هذه الجلسة تسمت بالاتهامات والاتهامات المضادة. هذا التقرير لنزار عبود. نقلت روسيا ما اكتشفته وزارة دفاعها من وثائق تتهم الولايات المتحدة بإقامة مختبرات لإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا إلى مجلس الأمن الدولي. وحضرت العالم من مخاطر المختبرات البيولوجية الأمريكية المنتشرة في كل القارات. لدى الولايات المتحدة مئات المختبرات البيولوجية في ثالثين دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وفي دول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. وهي ترفض بشكل قاطع وضعها تحت الرقابة الدولية. الدول الغربية والأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى قبل التحقيق أو التدقيق بالمزاعم الروسية نفتها بشدة. وادعت أن روسيا تزور الحقائق وتمهد الارتكاب جرائم حرب. تمتلك أوكرانيا بنية مخبرية خاصة بها. وهذه تساعدها في تشخيص أمراض مثل كوفيد-19. وتعود بالنفع علينا جميعا. والولايات المتحدة تساعدها على إتمام ذلك بشكل آمن. الصين طالبت بتدمير كل الأسلحة البيولوجية ولا سيما الأمريكية. يساورنا القلق من نشاطات الولايات المتحدة البيولوجية العسكرية فهي تحتفظ بـ 360 مختبرا حول العالم. وهذه الأرقام وردتنا من الولايات المتحدة نفسها. وإذا كانوا ينفونها فليطلعون على الحقيقة طالما يدعون الشفافية. روسيا لن تكتفي بهذا الاجتماع. إنما تنوي تحريك آليات في إطار منظمة حضر الأسلحة البيولوجية. ووزارة الدفاع الروسية تنوي أيضا نشر المزيد من الوثائق وتوزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي. نزار عبود. الأمم المتحدة نيويورك. الميادين. قالت الوكالة الدولية لطاقة الذرية أن ثمانية من مفاعلات أوكرانيا من أصل خمسة عشر مفاعلا لا تزال تعمل. وأن مستويات الإشعاع فيها طبيعية. وأكدت الوكالة أن عملية نقل البيانات التلقائي من محطة زابوروجيا إلى المقر الرئيسي بيفينا. عاد للعمل على نحو طبيعي. وكان البرلمان الأوكراني قد أعلن أن مركز الأبحاث النووية في خاركيف. الذي تعرض لقصف الروسي للمرة الثانية لا يزال آمنا. وصف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطنوف المزاعمة الأمريكية عن إمكانية إقدام روسيا على استخدام أسلحة كيميائية في العملية العسكرية في أوكرانيا. بأنها محاولة لشيطنة روسيا. وجاء ذلك ردا على تحديل الخارجيات الأمريكية من استخدام روسيا السلاح الكيميائي ضد أوكرانيا. وأكد أنطنوف أن روسيا على عكس الولايات المتحدة تخلصت عام 2017 من كل مخزونها من الأسلحة الكيميائية. تخوف البنك المركزي الأوروبي من أن تؤدي العقوبات الاقتصادية على روسيا إلى اضطرابات في الأسواق العالمية. وارتفاع أسعار الطاقة من جراء خفاضات أكثر حدة في الإمدادات. وفوضى في أسواق المال. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% في العام الحالي من جراء العقوبات الاقتصادية على روسيا. وكالة أندرفاكس للأنباء نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله أن روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة. لكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع. إذا لازم الأمر. وتنضم إلينا من برلين مفادة الميادين مريم عثمان. مريم مرحبا. نبدأ من هذا التحذير للبنك المركزي الأوروبي حول التضخم في منطقة اليورو والرقم الذي طبعا أشار إليه. ما هي الخطط الألمانية التي تم وضعها حتى الآن لمواجهة التابعات الاقتصادية. وكيف تفاعل المواطنون الألمان مع هذا التحذير؟ نعم أحمد. شكرا لك. بالفعل القلق كبير فيما يخص موضوع زيادة أسعار الطاقة وزيادة الأسعار السلاع الأساسية القلق لدى الألمان يتفاقم كل يوم مع الارتفاع الجديد وتسجيل البنزين والديزل وأسعار السلاع الأساسية أرقاما قياسية في الارتفاع. وفي إحصاء جديد كنا قد أشرنا إليه إلى أن مكتب الأحصاء الفدرالي أفاد بارتفاع مؤشر الأسعار 5% هذا الشهر فقط. وهذا ارتفاع كبير بالنسبة للمواطن الألماني. أود أن أشير إلى أن لربما المواطنين كانوا متحمسين أن بعض الشيء في موضوع مواجهة روسيا في موضوع فرض العقوبات على روسيا ومساعدة الدول الأوروبية لأوكرانيا. ولكن لربما لم يكن لديهم بعد النظر في أن هذه العقوبات على روسيا ستؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الألماني. لذلك الآن التخوف كبير من هذا الموضوع في هذا السياق. ونرى أن هناك سلع أساسية بدأت تفقد من الأسواق الألمانية. وهذا ما ينتشر كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. فيديوهات تظهر المتاجر شبه خالية من الطحين من الزيت وغيرها من السلع. هو ليس فقدان للسلع في ألمانيا. ولكن هو بسبب تهافط المواطنين. وهذا الخوف من انقطاعها ومن زيادة أسعارها بدأت تؤثر على الألمان. كنت قد سألت عن موضوع الإجراءات الألمانية. ولربما هذا إجراء ألماني في موضوع امتصاص غضب الشارع. وهو إعفاء ضريبة على فواتير الكهرباء بقيمة 6.6 مليون. يار يورو. وهي أصلا لربما ترد على المطالبات الألمانية من قبل الشعب بإلغاء ضريبة على مصادر الطاقة. لذلك ألمانيا تحاول بشتاء الطرق أن تقوم بحل أو أن تجري حلا لهذا الموضوع. ولربما اتصار شولتس اليوم ببوتن للمرة الثالثة أو أكثر هذا الأسبوع. تدل على أن ألمانيا تعتمد سياسة خفض التصعيد مع روسيا بعد تصعيدها في وجه الأسبوع الماضي. لا نستطيع أن نقول أن الموقف الألماني اليوم مشابه لما كان عليه الأسبوع الماضي. هو محاولة لخفض التصعيد مع روسيا. نتيجة لأن أي عقوبات ستؤثر على الاقتصاد الألماني. وأي قطع لإمدادات الطاقة ستؤثر بطبيعة الحال على ألمانيا أيضا. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مريم عثمان. مفادات الميادين. كنت معنا من برلين. وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أكد عدم رغمة بلاده في الدخول كترف مشارك في حمرة العقوبات المفروضة على روسيا. ولفت إلى أنقرة إلى أن أنقرة تقف بجانب دبلوماسية وتؤيد الحوار. جاء ذلك ضمن تصريح لقناة سي أن أن ترك حيث أشار دونماز إلى أن أنقرة تؤيد دبلوماسية لحل القضيات الروسية الأوكرانية. كما أوضح وزير الطاقة التركي أن بلاده لديها علاقات تجارية جيدة مع روسيا. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن البوصلة الاستراتيجية المقترحة للدفاع عن أوروبا في السنوات المقبلة لا تعني بالضرورة بناء جيش أوروبي منفاصل عن النيتو. بوريل لفت على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا إلى أن حلف شمال الأطلس هو الحجر الأساس في الدفاع عن جميع الدول الأعضاء. وأشار كذلك إلى ضرورة إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. واصل الجنود الأمريكيون انتشارهم في أوروبا لينضموا إلى الألاف الذين أرسلوا إلى الخارج لدعم حلفاء نيتو. وانطلق نحو 130 جنديا من قاعدة في ولاية جورجيا الأمريكية باتجاه أوروبا. وقال جنرال أمريكي إن الجنود أمروا بالاستعداد لمهمة مدتها. ستة أشهر يمكن أن تمدد. الرئيس الأمريكي جو بايدن جدد تأكيده عدم نية بلاد خوض حرب مدى روسيا في أوكرانيا. وأشار إلى الحرص أو فيما أشار إلى الحرص على إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا. عبر عن تخوفه من أن تتحول المواجهة المباشرة بين النيتوار روسيا إلى حرب عالمية ثالثة. وشدد على ضرورة المكافحة لمنعها. لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا. المواجهة المباشرة بين نيتو وروسيا ستكون حربا عالمية ثالثة. وهذا أمر يجب أن نكافح من أجل منعه. لكن حرب بوتين على أوكرانيا لن تتحول إلى انتصار أبدا. أمال في الهيمانة على أوكرانيا دون قتال. لكنه فشل. سأحرص على توصيل الأسلحة إلى أوكرانيا ما يضمن رفاعها عن نفسها. سنرسل المال والطعام والمساعدات لإنقاذ الشعب الأوكراني. وسأرحب باللاجئين الأوكرانيين إذا احتاجوا. وأضف بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها قرروا السبعادة روسيا من نظام تجارة التابدلي المعمول به في التجارة العالمية. وقال أن إجراءات إضافية ستتخذ لحظر القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي وخصوصا المنتجات البحرية والكحولية والأحجار الكريمة. الولايات المتحدة وحلفائها سيعلنون خطوات جديدة للضغط على بوتين ومسائلته على الحرب في أوكرانيا. قررنا استبعاد روسيا من نظام تجارة التبادلي. وسنفرض حظرا على واردات المأكلات البحرية والمشروبات الكحولية والماس من روسيا. نفرض حظرا على الأثرياء الروس لدعمهم بوتين وسارقة الشعب الروسي. حذرت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس من أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يمكن أن تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن. المدير العام للوكالة ديمتري روغوزين طالب شركاءه الموجودين في محطة الفضاء الدولية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة عليها. وأضف أنها ستؤدي إلى اتراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية ما يؤثر في الجزء الروسي من المحطة والذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات روسية تتهمهم بدعم برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية. هذا وفرضت الوزارة عقوبات على عشرة من أعضاء مجلس إدارة مصرف في تي بي واثنين عشر عضوا في الدومة. إضافة إلى أفراد أسرة المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوفا. بعد أكثر من مئتي عام على إعلان حياديتها هل فقدت سويسرا هذا الدور بنيتها قرار الاتحاد أو بتبنيها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا؟ هذا تقرير لمساعصي. في الأشرين من أذار مارس من العام الف وثمانمائة وخمسة عشر أعلنت القوى الأوروبية في مؤتمر فيينا الحيادة الدائمة لسويسرا. ومنذ ذلك التاريخ حافظت هذه الدولة الصغيرة في وسط أوروبا على هذا الموقع الذي ساهم في تحويلها إلى منصة حوار ومحادثات ومفاوضات بين أطراف الصراعات المختلفة والمتعددة. لماذا تخلت سويسرا عن حيادها وحسمت وقوفها إلى جانب الدول الغربية في المواجهة الحالية مع روسيا؟ سويسرا مرتبطة على المستويين الداخلي والخارجي وعلى نحو وثيق بالاتحاد الأوروبي وبالتالي يمكنها أن تتخذ قرارا بشأن موضوع لا يزعجه كفرض عقوبات على فينزويلا ولكن لا يمكن فعل العكس لأن ذلك يعني الصدامة مباشرة مع الأوروبيين وهذا يؤذي مصالح سويسرا. سويسرا تعتبر أن قرار فرض العقوبات على روسيا لا يتعارض مع الحيادية كما تقول الرئيسة السويسرية السابقة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة على روسيا لا تتعارض أبدا مع مبدأ الحياد لأنه في حالة غزو أوكرانيا هذه لو لم نتخذ هذا القرار لكانت سويسرا تقف بالفعل إلى جانب طرف ضد آخر هذا الموقف لا يتبنى المعترضون على تبني سويسرا قرار فرض العقوبات على روسيا هؤلاء يرون في هذا القرار اعتمادا لسياسة الكيل بمكيالين تبني سويسرا للعقوبات الأوروبية والأمريكية خيانة لمفهوم الحياد وهذا أمر خطير يمكن لسويسرا أن تتخذ موقفا وحتى أن تفرض عقوبات لكن ليس من خلال الاستفاف الكامل مع طرف واحد ضد آخر كما أنني مندهش جدا لأن سويسرا لم تتفاعل مع قضية اليمن مثلا لم تفرض عقوبات على السعودية ولم تتخذ موقفا مماثلا في حرب العراق هل يمكن لسويسرا أن تبقى منصة اللقاءات الدولية لحل الأزمات هناك من يشاكك خصوصا وأن موسكو الممتعدة من الموقف السويسري وضعت سويسرا على لائحة الدول غير الصديقة موسى عاسي جنيف الميادين هذه ظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل قتلى وجرح اثر تصعض حدة المواجهات في مأرب اليمن موسيقى أهلا بكم الجديد إلى هذه الظهيرة حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أن مطالبة روسيا بضمانات في مفاوضة فيينا تهدد بانهيار اتفاق نووي شبه مكتمل وقالت الترويك الأوروبية في بيان مشترك يجب أن يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكدات منفصلة عنها يأتي البيان غدا تأعلان المفاوضين الأوروبيين توقف المفاوضات النووية بسبب ما وصفوه بعوامل خارجية وللمزيد ينضم علينا مدير مكتب الميادين في جناف موسى عاصي نرحب بك موسى ونسأل هل فعلا كانت الشروط الروسية هي السبب في توقف المفاوضات على الأقل هذا ما تحاول الدول الغربية إظهره كأنه سبب رئيسي لوقف هذه المفاوضات ولكن إذا عدنا قبل وضع الشروط الروسية في الخامس من أدار الجاري إذا عدنا إلى المواقف الإيرانية التي سبقت هذا الكلام الذي صدر على لسان سيرجي لفروه وزير خارجية الروسية فنرى بأن المفاوضات لم تكن قد وصلت بعد إلى خواتيمها وهناك كان دائما بعض العقد التي لم تحل وهنا أريد أن أعود بالذاكرة إلى تغريدة لمستشار الوفد الإيراني في فيينا سيد محمد مرندي في الثالث من أدار أي قبل يومين من الشروط الروسية في هذه التغريدة يقول محمد مرندي بأنه يجب حل بعض المشاكل العالقة ولسيما بشأن العقوبات قبل أن نقول أن المفاوضات انتهت وأن الاتفاق جاهز إذن هذا الكلام يؤكد بشكل واضح بأن الشروط الروسية أو الموقف الروسي المستجد بالنسبة للمفاوضات فيينا لم يكن السبب الوحيد الذي أدى إلى تعارق هذه المفاوضات هو بطبيعة الحال أضاف نوع من الغموض والضبابية على مصير هذه المفاوضات ولكن لا يمكن القول أنه سبب الوحيد كان هناك شروط بالنسبة للإيرانيين لم تحل بعد مسائل العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات والكيانات الإيرانية لم تصل بعد إلى حلول الولايات المتحدة الأمريكية كانت حتى الآن ترفض رفع العقوبات عن هذه الشخصيات وعن هذه الكيانات إضافة إلى الرفع العقوبات الموجودة على البرنامج النووي الإيراني وبالتالي السبب الأول بالنسبة لعرقلة هذه المفاوضات هو الشروط الأمريكية وعدم تلبية المطالب الإيرانية برفع كامل العقوبات وبالمرتبة الثانية يأتي الموقف الروسي الذي بطبيعة الحال أدى إلى تأزيم الوضع وبالفعل يمكن القول اليوم بأن أزمة أوكرانيا بدأت أو انعكست بشكل مباشر على هذه المفاوضات ولكنها ليست السبب الوحيد أو الأول على الأقل ولكن أيضا يطرح السؤال لماذا تحميل روسيا هذه المسؤولية وعدم الأخذ بعين الاعتبار العقد التي تتحدث عنها موسى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توحي بأن الاتفاق كان جاهزا وبالتالي من يتحمل مسؤولية الإخفاق هم الروس وهناك مسألة واضحة بأن الدول الغربية وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن بث بعض الخلافات بين العاصمتين الروسية والإيرانية على أساس يمكن للإيرانيين تحميل مسؤولية الأخفاق إلى الروس ولكن بحسب التصريحات الإيرانية التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية العلاقة بين روسيا وإيران لم تتأثر بهذه التصريحات ولم تتأثر بما حصل من تعليق المفاوضات في فيينا إذن مسألة أخرى أيضا تريد الإحاء من خلف هذه التصريحات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي الإحاء بأن يمكن لإيران أن تكون بديلا عن الغاز الروسي في ضخل الغاز الإيراني إلى أوروبا وبالتالي يمكن للأوروبيين أن يخففوا ضغط الغاز الروسي على بلادهم وبالتالي يمكن لإيران أن تستفيد من الأسعار المرتفعة جدا للغاز وهنا أيضا محاولة جديدة من أجل بث الخلاف أو التفرقة بين العاصمتين الإيرانية والروسية لكن أكرر كما سمعنا التصريحات الإيرانية خلال اليومين الماضيين بأن المحاولات الأمريكية لم تأتي ثمارها خصوصا بالنسبة للعلاقات بين روسيا وإيران إذن مساعة سيمون دير مكتب الميدين في جناف شكرا جزيلا لك أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مارندي أن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي الرفض الأمريكي لرفع كل العقوبات عن إيران وخلال مقابلة مع الميدين لفت ميراندي إلى أن الدول الغربية لم تكن بناءة وإيجابية وكانت تعمد إلى التأخير والمماطلة لخداع إيران الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية التي تم إرسالها أخذت وقتا طويلا وحصل عليها الإيرانيون قبل يوم واحد من المهلة المحددة وهذا أدى إلى التأخير في الاتفاق إضافة إلى أن الرد أيضا لم يكن متناسبا مع مطالب الإيرانيين كان هناك الكثير من العقوبات التي هي جزء من حملة الضغط القصوى ولا تزال موجودة الإيرانيون طالبوا برفعها والولايات المتحدة لا تزال ترفض ذلك الإيرانيون يقولون أن هذا ليس كافيا يجب رفع العقوبات كافة في الوقت الحالي الأمر الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لا تزال تقاوم فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وبالتالي رفع كامل العقوبات الموجهة إلى مختلف الكيانات الإيرانية ميرندي شدد على أن الأوروبيين والأمريكيين يريدون إخفاء واقع أنهم لا يريدون رفع العقوبات وأعطاء الضمانات وأشار إلى أن الجانب الغربي بات مستعجلا لإنجاز الاتفاق النووي مع إيران بعد أزمة أوكرانيا الأوروبيون والأمريكيون رأوا أن كبير المفاوضين الإيرانيين لن يتراجع ويتوقع التطبيق الكامل للاتفاق وعندما رأوا ذلك أصبحوا أكثر وقعية منذ بدء الأزمة في أوكرانيا رأينا أن الأمريكيين والأوروبيين فعلا أصبحوا مستعجلين أكثر لتوقيع الاتفاق ومستعجلين لإقامة علاقات أفضل مع إيران وسبب تصرف واشنطن بهذه الطريقة هو شعور الرئيس الأمريكي بالضغط من منافسيه في الولايات المتحدة وفق ما يرى بعض المحللين الغربيين ولكن مهما كان السبب فإن الإيرانيين يتوقعون التطبيق الكامل للاتفاق وعندما يصبح الطرف الأمريكي مستعد لذلك فأن الوفد الإيراني سوف يعود إلى فيينا أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل وأشارت إلى أن الخطوة تعكس حالة الإجماع الوطني حول الانتصار لعدالة القضية وخلال اجتماع للقوى أكد رئيس الهيئة المشكلة محسن أبو رمضان أن الفلسطينيين في الداخل أثبتوا عمق انتمائهم الوطني عبر تصديهم للعدوان الإسرائيلي لافتا إلى أن الأحداث الروسية الأوكرانية أثبتت عمق ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية إن هذا التشكيل وفي هذا الوقت المهم يعكس حالة الإجماع الوطني بين المكونات السياسية والمجتمعية لشعبنا في قطاع غزة حول الانتصار لعدالة القضية ولمشروع النضال لنضال جماهير شعبنا في مناطق 48 ويعكس في ذات الوقت المساهمة الفاعلة لقطاع غزة وهي مساهمة تاريخية معززة بالكفاح والتضحيات بتفعيل الهوية الوطنية الفلسطينية جامعة في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة الممارسة من قبل الاحتلال الصهيوني وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة رئيس الهيئة الوطنية لدعم فلسطيني الداخل محسن أبو رمضان سيد محسن مرحبا وأهلا بك معنا في الظهيرة بداية لو تحدثنا أكثر عن الهيئة الوطنية لدعم أسناد فلسطيني الداخل التي تم تشكيلها ما هو برنامجكم وكيف ستعملون في هذه الهيئة على دعم فلسطيني الداخل يعني هذه مبادرة من لجنة القوى الوطنية والإسلامية لجنة المتابعة العليا التي تتمثل بها كافة فصائل العمل الوطني بلا استثناء والإسلامي وأضيف إلى ذلك ممثلية عن منظمات المجتمع المدني وقطاع الوجهاء والعشائر وقطاع المرأة والشباب بمعنى هي تمثل أوسع طايف ممكن على المستوى السياسي والمجتمعي الهدف منها هو إسناد جماهير شعب نفيئة الداخل والتأكيد على وحدة الأرض والشعب والقضية في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة الممارسة من قبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نفتاري بنك هذه السياسة اليمينية لحكومة الاقتلال تهدف إلى تفتيت وتجزئة مكونات الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وديمغرافيا حتى يغرق كل قطاع معين كل جهة جغرافية وسياسية فيهم وهاذاتية بمعزل عن المصير والهوية الوطنية الفلسطينية الجمعية نحن في هذه الهيئة جئنا لنقول بأن الشعب الفلسطيني موحد وبأن قطاع غزة لن يترك فلسطينية 48 كما قام فلسطينية 48 بإسناد كفاح جماهير شعبنا ضد الحصار وضد العدوان وخاصة في عدوان مايو 21 أي من العام الماضي حيث لعبوا دورا كبيرا جدا في هبة القدس وبعد ذلك في هبة الكرامة وقبلها في مناسبات عديدة أبرزها يوم الأرض بإسناد كفاح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقلس نحن جئنا لنقول أننا شعب موحد وقضية موحدة ومصير موحد نساند بعضنا البعض لأن قضايانا مشتركة رغم الخصوصية التي تحددها ظروف الجغرافية السياسية المقددة ولذلك سيد محسن كيف سيكون شكل إسناد الفلسطينيين في الداخل عبر مناشطات وفعاليات مشتركة ذات طابع شعبي وسلمي وإعلامي وجماهيري ومدني بالأساس في أيام محددة أيام وطنية مثل يوم الأرض الخالدة الذي تقترب ذكرها عبر فعاليات ذات طابع شعبي وذات طابع سلمي كما ذكر وعبر ندوات ولقاءات وفعاليات من أكاديميين وإعلاميين مشتركة ومن شباب حول اللقاءات تتم حول قضايا معينة وأيضا التأكيد على رفض قانون القومية العنصري ورفض قانون المواطنة الذي يفتت شمل العائلات الفلسطينية بمعنى طبيعة الضشاطات والفعاليات ستكون مشتركة قدر الإمكان وبمناسبات ضمن رزنامة وطنية موحدة لتؤكد بأننا في خندق واحد وفي مصير واحد لا يستفقت أيضا في 48 سنحاول أيضا أن يشمل ذلك مواجهة الاستيطان يعني إسناك فاحة الطفة الغربية في مواجهة الاستيطان في بيته وبيت دجن وبرقة وكفر قدوم والتطير العرقي في القدس في الشيخ جراح وغيرهم من الأماكن هذه رسالة للعالم وخاصة للاحتلال الإسرائيلي بأننا موحدين جغرافيا وسياسيا ونضاليا ومصيريا رغم حالة الانقسام المؤسفة لأن حالة الانقسام لن تبطئ كفاح الشعب الفلسطيني الميداني الموحد في مواجهة التحديات لتفكيك نظام الأبرتاد والتمييز العنصر الذي أكدته أمينيستي في تقريرا أخي شكرا جزيلا لك سيد محسن أبو رمضان رئيس الهائية الوطنية لدعم فلسطيني الداخل كنت معنا من غزة لاقت زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في فكوغافيا البحرين اهتماما كبيرا لدى مختلف الأوساط الإسرائيلية وفيما رأى فيها خبراء تغييرا تاريخيا في العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج عدها آخرون خطوة على طريق إقامة حلف إسرائيلي خليجي ضد محور المقاومة هذا التقرير لهاني فحص عودة رئيس الأركان أفيذ كوغافي إلى إسرائيل من البحرين مثلت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذه الزيارة وأهدافها ولسيما في ضوء الحديث عن أن مروحة لقاءات كوغافي لم تقتصر على كبار المسؤولين في البحرين وقائد الأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر فقط بل شملت أيضا لقاءا مع رئيس أركان الجيش القطري فيما كان لافتا ما ذكره معلقون إسرائيليون من أنه في موازات زيارة كوغافي استضاف كوبر ضباطا كبارا من كل دول الخليج من بينها السعودية عمان قطر ما يفتح الباب أمام السؤال عما إذا كان كوغافي التقى هؤلاء الضباط أم بعضهم كوغافي زار البحرين والتقى رئيس أركانها وأيضا رئيس أركان قطر وفي طريقه إلى البحرين حلق فوق السعودية وبالطبع السعودية علمت بوجوده في الطائرة ويمكن الافتراض أن هذه ليست العواصم الوحيدة التي زارها رئيس الأركان في الفترة الأخيرة سعي إسرائيل إلى إقامة حلف خليجي ضد إيران يأتي بحسب معلقين إسرائيليين في ضوء فقدان ثقة المتزايد بالأمريكيين على نحو عام الحلف الإسرائيلي مع دول الخليج هو حلف الأيتام كل شراكاء واشنطن في الشرق الأوسط يشعرون بأنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا لذا قرروا العمل معا لأنه لا يوجد أب أمريكي وسيعملون معا للدفاع عن أنفسهم وفيما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العلاقة المستمرة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي إلى جانب العلاقة الأخذة في التطور مع الجيش البحريني تدلان على التعاون الوثيق الذي يؤثر في دول الشرق الأوسط كافة وكشف معلقون أنه خلال زيارات رئيس الحكومة نفتالي بنت لدول الخليج اقترح إقامة نوعا من حلف ناتو خاص بالخليج تكون إسرائيل جزءا منه أفاد مرسلنا في اليمن بسقوط قتل وجرح إثرى تصاعد المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات التحالف السعودي في سلسلة جبال البلق الشرقي ومحيطها جنوبية شرقي مدينة مأرب أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتح باشاغا الموافقة على مساعي سياسية محلية ودولية لبدء الحوار باشاغا أوضح أن أهم مهم للحكومة الجديدة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأكد أن حكومته حكومة موحدة تستطيع إجراء هذا الاستحقاق وأضاف أن حكومته مصممة على تسلم مقاريها في ترابلوس ولن تكون هناك أي حكومة أخرى موازية في أي مكان بليبيا مساشارات الأمم المتحدة الخاصة بليبيا سيفاني وويليامز قالت أن بشاغا واتبيبة قد يجتمعان للاتفاق على وقف الانزلاق إلى العنف في البلاد وويليامز لافتت في حديث لوكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن هناك ردود فعل إيجابية من الطرفين بشأن الحاجة إلى المحادثات المباشرة وأشارت إلى أن تحشيدات المجموعات المصلحة حول العاصمة ترابلوس تثير مخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف مؤكدة أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا المرأة الفلسطينية عنوان الحياة هو شعار حمله المنظمون لمعرض فني في غزة تكريما لدور المرأة الفلسطينية التي أثبتت حضورها في كل الميادين تقرير عبدالكريم عودة هنا جسد المرأة الفلسطينية مطموصة للملامح لتدل أن المرأة الفلسطينية تعاني الكثير يجب على المجتمع أن يحميها ويقدرها ويذكر بطولاتها في المجتمع وأيضا جسد المرأة ترتدي الثوب الفلسطيني لتدل على أن المرأة تهتم بيئة راسع الفلسطينية أما في اللوحة الثانية جسد المرأة الفلسطينية بألوان السلام لتدل أن المرأة الفلسطينية هي أساس الأمان والطمأنينة في المجتمع المرأة الفلسطينية هي عنوان للحياة وأثبتت أنها عنوان في النضال وتحدي الاحتلال وأثبتت إنها عنوان في التربية وتخريج الأجيال يأتي هذا المعرض بعنوان المرأة الفلسطينية عنوان الحياة تقريبا للنضالات المرأة الفلسطينية على مرة الزمن حيث وجهنا رسالة في المركز الفلسطيني للثقافة والإبداع إلى أعضاء المركز من الفنانين والفنانات التشكيليين للبدء في رسم لوحات فنية عن المرأة الفلسطينية لعمل معرض يجسد مسيرة المرأة الفلسطينية فشارك في هذا المعرض ما يقارب ماءة فنان وفنانة تشكيلية مضمون هذه اللوحات تجسيد لدور المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني رغم المعيقات التي تواجهها المرأة الفلسطينية رغم هذه المعيقات والصعوبات إلا أن هناك الأمل موجود وتشوق طريقها دوما لتحقيق ما تصب إليه هذه الظاهرة انتهت وأليكم تذكيرا بأبرز عنوينها القوات الروسية تعلن السمرار تقدمها في أوكرانيا وتدميرها مطارا ومركزا رئيسيا للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية للجيش الأوكراني بوسكو تحذر واشنطن من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي وتؤكد الإعلان قريبا عن قائمة العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة والغرب مكرون وشولتس يجرياني محادثة جديدة مع بوتين حول أوكرانيا والبنك المركزي الأوروبي يحذر من تداعيات العقوبات الاقتصادية على دوله الترويكا الأوروبية تحذر من انهيار اتفاق نووي محتمل مع إيران بسبب المطالبة الروسية بضمانات والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة تعلن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم فلسطينيين داخل وإسنادهم رئيس الحكومة الليبية المكلف يوافق على بدء الحوار مع الدبيبا والمبعوثة الأممية تتحدث عن محادثات مباشرة بينهما للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت باللغات العربية والإنجليزية والإسفانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء